التقويض المستمر لنفوذ السلطة الشرعية هو النهج الثابت ضمن المتغيرات العديدة التي رافقت الأداء الإماراتي في اليمن خلال العام 2019 والذي هيمن عليه الدعاء بالانسحاب العسكري بدى في حقيقته انكفاء عن المواجهة مع الحثين لا أكثر باقي التواجد العسكري الإماراتي غامضا من حيث الحجم رغم المعرفة الكاملة بخارطة انتشاره والدور الميداني المؤثر الذي تعزز بالصلاحيات المطلقة لأبو ظبي في التحكم بمآلات الحرب ورسم أهدافها السياسية والجيوسياسية لتتحول إلى إسناد مكشوف لمشروع الانفصال وإلى محاولات لم تتوقف للاستحواذ على أجزاء من الجغرافية اليمنية خصوصا في محافظة أرخبيل سقطرة قبل أن يتم إجهاضها رغم الوهن الشديد الذي تعاني منه السلطة الشرعية في منتصف العام 2019 تداولت وسائل إعلامية محلية وعربية وعالمية أنباء عن انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من اليمن بالنسبة لأبو ظبي استغرق الأمر نحو شهر كامل قبل أن يظهر مسؤول مأدون له بتصريح أوضح فيه أن بلاده خفضت عديد قواتها وأنها ستنتقل من الاستراتيجية العسكرية إلى استراتيجية السلام أولا على إثر ذلك الإعلان تسارعت الأحداث الميدانية التي بدت مقصودة لجهة إظهار الكلفة التي يتعين أن يتحملها اليمنيون وغيرهم بمن فيهم السعودية جراء هذا الانسحاب الجزئي خصوصا أنه ترافق مع ارتياح لدى السكان في المحافظات الجنوبية تمرد قبلي في مارب واشتباكات مسلحة في عتاق ووصولا إلى مواجهة عسكرية شاملة في العاصمة السياسية المؤقتة عدن انتهت في العاشر من شهر أغسطس آب بتنفيذ انقلاب هو الثاني من نوعه على السلطة الشرعية هدفه الصريح الانفصال تجه المجلس الانفصالي صوب أبيا وشبوى لاستكمال الانقلاب إلا أن هذه الجولة من الحرب انتهت بهزيمة ميدانية ساحقة لعشرات الآلاف من جنود وضباط الأحزمة الأمنية والنخب التي أنشأتها الإمارات وبفضل هذا الانتصار أصبحت عدن جاهزة لاستقبال الجيش الوطني لولا أن طائرات حربية إماراتية قصفت في التاسع والعشرين من أغسطس آب أرتال الجيش الوطني على مشارف العاصمة المؤقتة وفي محافظة أبيا وقاتلت على الفور أكثر من ثلاثمائة جند وضابط لتتحول الإمارات من حليف مراوغ إلى عدو غادر سارعت السعودية لتثبيت انقلاب عدن باتفاق الرياض الذي تعرقل الإمارات وأدواتها تنفيذه وتتعمى تحويله إلى نسخة أخرى من تفاهمة سوكهولم في خين تواصل القوات الإماراتية مهمة ترميم التصدع في القوات التابعة لها عبر تهريب الأسلحة النوعية خصوصا إلى محافظة شبوه هكذا إذن تبدو حصيلة الدور الإماراتي السيئ في اليمن كارثية إلى أبعد الحدود مع نهاية العام 2019 فالانقلاب يحكم سيطرته في عدن والشرعية مبعدة فيما تتقاسم القوات الموالية للإمارات النفوذة في الأجزاء الحيوية من البلاد ويواصل الحوثيون تكريس الانفصال الاقتصادي والاجتماعي بالتناغم مع المخطط الإماراتية الهدف إلى إضعف السلطة الشرعية وإنعاش المشاريع الانفصالية متعددة الأجندات